الله أكبر قرابة 82 ألف برميل متفجر أسقطها نظام أسد على رؤوس السوريين خلال تسع سنوات مودية بحياة أكثر من 11 ألف مدنيين بينهما يزيد عن 1800 طفل إضافة لحوالي 1800 امرأة أرقام صادمة أبرزها تقرير جديد للشبكة السورية لحقوق الإنسان يظهر حصيلة استخدام ميليشيا أسد لسلاح البراميل المتفجرة منذ أول استخدام موثق له في تموز عام 2012 حتى شهر نيسان الحالي من عام 2021 محافظة حلب هي النصيب الأكبر من حيث نسبة الضحايا بالبراميل المتفجرة بنسبة وصلت إلى 52% تليها إدلب 17% فدرعى بـ 11% فيما سجل عام 2014 و2015 أعلى معدل لضحايا البراميل المتفجرة بقرابة 69% من الحصيلة الإجمالية الشبكة السورية تحدثت عن توثيق أكثر من 700 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 140 شآت طبية وقرابة 200 مدرسة إضافة إلى ما يزيد عن 200 مسجد و 57 سوقا وهو ما تسبب بحالة من الرعب والخوف الشديدين للمدنيين ونزوح مئات آلاف السوريين وتشردهم بحثا عن مناطق أكثر أمنا طرق متعددة للقتل بسلاح واحد هو مضمون ما بينه التقرير الذي أظهر كيفية تصنيع واستخدام البراميل المتفجرة من ميليشيا أسد وحشوها بنترات الأمونيوم والخراطيم المتفجرة وألغام مضادة للدروع وغيرها كما أن السلاح الكيماوي كان له حضوره في إجرام أسد الذي استخدمه في 93 هجوما من براميل متفجرة تحتوي على غازات سامة وكذلك المواد الحارقة التي يعتقد أنها نابالم في أربع هجمات على السوريين ببراميل الموت المتفجرة إن الاستخدام العشوائية والمنهجية لهذه الأسلحة في منطقة مدنية يشكل جرائم حرب نعم جرائم حرب وهذه الجرائم لن تمردون عقاب الشبكة السورية طالبت مجلس الأمن الدولي بمحاسبة نظام أسد وفقا للقرار 2139 الصادر عن مجلس الأمن عام 2014 فهل سيستجيب المجتمع الدولي لهذه المطالبات ويكون له تحرك جدي وحازم لمحاسبة نظام أسد أم أن هذه الإحصائيات مجرد أرقام عابرة تضاف إلى سجلاتك المتلطخة بذماء السوريين تضاف إلى سجلاتك المتلطخة بذماء السوريين تضاف إلى سجلاتك المتلطخة بذماء السوريين